بعد خمس سنوات من حربها على الحوثيين قررت تغيير إيقاع المعركة واستعداء حلفائها والتصالح مع خصومها هذه هي الإمارات وهذه سياستها أو هذا ما يقال عنها مؤخراً كشف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم عن وجود اتصالات سرية بين ميليشيات الحوثي والإمارات مؤكداً لقناة الميادين عن لقاءات تحصل بين مسؤولين إماراتيين وآخرين من الحوثيين لتنظيم خطوات لاحقة للانسحاب من اليمن من هنا بدأت الإمارات تنسحب تدريجياً وهناك لقاءات تحصل بين مسؤولين من الإمارات ومسؤولين يمنيين لتنظيم خطوات لاحقة في هذا الأمر مسؤولين يمنيين من أي جانب؟ من جانب أنصار الله لأن أي عمل له علاقة بالانسحاب على الأرض لابد أن يكون مواكب بالتواصل ولو سري ولو بالواسطة أحياناً من أجل اتفاق على بعض الخطوات ما حملت رياح المكاشفات الإيرانية كان سبق لميليشيات الحوثي أن سربته مؤكدة وجود قنوات تواصل سرية مع الإمارات بشأن عملية الانسحاب الحوثيون لم يفوتوا الفرصة فقد أكد أحد قيادات الميليشية أن هناك تغيراً واضحاً في موقف الإمارات على المستوى السياسي والعسكري خصوصاً بعد انسحابها من بعض المناطق غير أنما هو مؤكد لمتابعي السياسة الإماراتية في اليمن عدم وجود تباين مع موقفها منذ الحرب غير أن هذه المواقف باتت أكثر وضوحاً الآن الإمارات شكلت منذ الوهلة الأولى مصدر خذلان كبير ليس للشرعية فحسب بل للتحالف وعلى رأسه السعودية التي باتت تدير سباقاً إن لم يكن صراعاً مزدوجاً مع الإمارات في اليمن غير أن التحولات في مسار الأزمة اليمنية حمل معه مواقف كما يبدو أنها لم تنظف سياق المصالح الإماراتية إذ سرعان ما تسارع إيقاع المعركة والذي بدى منسجماً أو خاضعاً لتهديدات اللاعب الإقليمي وأكثر تناغماً مع حليفه المحلي في المعركة تقول طهران إن الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتعلق بإغلاق مضيق هرمز وضرب ناقلات النفط الإماراتية فتسارع أبوظبي لتؤكد للحوثيين أنهم حلفاؤها الجدد خصوصاً أن لها باعها الطويل في التعامل مع الميليشيات غير بعيداً عن ذلك كان هناك مغردون الدبلوماسيون وناشطون قد فتحوا باب الأسئلة على أبوظبي لمطالبتها بالتوضيح حول موضوع التواصل السري مع الحوثيين وإيران مؤكدين أن هذا الخبر بحاجة إلى نفي الرسمين إذن التوافق الإماراتي الإيراني يبدأ من صنعاء أو هذا ما تنص عليه قواعد اللعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر